ترأس المطران حسام نعوم رئيس الأساقفة الإنجليكاني في القدس احتفالات عيد فصح القيامة في كاتدرائية القديس جورج الشهيد وقد تخللت الخدمة الفصحية تجديد نذور المعمودية والترانيم الخاصة كما ترأس سيادته خدمة الشركة المقدسة للرعيتين العربية والأجنبية وقد عوانه في الخدمة عدد من الكهنة الكاتدرائية كما أحيى جوقة الكاتدرائية بعض الترانيم بمشاركة أطفال الرعية في سياق آخر احتفلت كنيسة الفادي الإنجلي الأسقفية العربية في عمان بيوم المرأة العالمي وعيد الأم وعيد البشارة بحضور عدد كبير من سيدات المجتمع المحلي كما استضافت الأخويات الأستاذة المحامية آمال حددين للحديث عن أهمية دور المرأة في المجتمع بصفتها المستشارة القانونية في اللجنة الوطنية لشؤون المرأة